مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من المتينال ساديس على ايفين مرحبا بكل من التعاقبين ساحا ليه اللي ما زلكي في قامة من نوم وحال الراديو يسمع في ايفين توا البرتي اللي نحكيه فيها سبور فام شو قول برشا كورا فام سبور في الويكند كواكو المتير بديت تشوح بشوية بشوية توا مش نبدو نحضر الكوب دوروب ومبعدها لجوز اولمبيك أما البرودي هذي ببساج هكا شوية قبيل أرزمان فام المال شوية بتعليك الازكيف ناسيونال وأرزمان فام تينيس ويسان بن حسين صباح النور صباح النور خالد مرحبا بيك نسلم عليك نسلم على المستمعين بتاعنا على ايفين كيف مشاهدينا في ال ايفين تي في خالد الكراز مقابلة دامت اربعة سوية وتسعتاش ندقيقة ان سانك سيت الاسباني يثبت انو الليدر بتاع اجيل الجديد تاع تينيس صحيح خالد الحدث كما كنت تحكي يفرض روحه البرح تلعب فينال بطولة بين اللاعب الاسباني اللي الحقيقة تخلى عالم التينيس من أوسع وفي عمار صغير رقم بعد نعطي هو لكم رقم تاريخي لالكراز كما قلنا البرح توجب اول مرة لدورة رولونجاروس يولي هو اللاعب الاصغر في العالم في التاريخ اللي توجب الاربعة بطولات الكبرة في التينيس في عمار الواحدة وعشرين سنة نحكيه على لاعب يدخل للتاريخ يعني البرح كما قلنا ماتش كبير كما في تلعب في الفنال في باري البرح ضد زفيريف خمسة مجموعات أربعة سوية أو تسعتاشنة دقيقة ماتش كبير لحقيقة برشان برشانيس حكيت على كانتوا بمباراة المتخاب بالبرح يقولي كيفش نخلي ماتش كما هيدا كيفش نخلي ماتش كما هيدا ونحط نتفرج في ماتش كورا نرجو نحكيه على التينيس آآ المباراة بدايت بتفوق الاسباني ستة ثلاثة مبعد خسر الدوسات ستة وخمسة سبعة ومبعد نحسم المباراة ستة واحد والسات الاخرى وفيت ستة اثنين كما قلنا يعني آآ اليوم الكاراز هو المصنف الثالث عالميا آآ يعني كما قولوا آآ اليوم نحكيه على آآ احسن معوض رافيال نادال كما نعرف نعم فيت مش 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 معوض فقط انا يبدولي آآ يبدولي انو بشيفوت نادال و بشيفوت بشيفوت فديرير و بشيفوت جوكوفيتش دجا عندو كاتتر دوغرانشلي عمرو قداش قلنا؟ واحدة وعشرين سنة واحدة وعشرين سنة علش بش قلت انو بشيفوت على خطر نادال و فديرير و جوكوفيتش تقريبا عاشوا في نفس الفترة معنى انتي كان جاي فديرير ممعوش حاجة اسمه جوكوفيتش و حاجة اسمه نادال او هز مش اكثر هز تلاثة مرات اكثر فهمت؟ الكاراز ما عندوش المنفسين اللي كانوا عند تلاثة الاخرين معنى تلاثة الاخرين عاشوا بعضهم و يتنفسوا على الديفترة كانت حقبة كبيرة بتاع تينيس تاوا الكاراز يبدو يباكرا كله واحده معنى بشيكاور واحده فاما ملعبية ويبار اما مهمش باللقان متاع الكاراز اللي يبدو انو كم بشيكون في تاريخ مفتوح بشيوصل حتى يفوت الرقم القياسي متاع 22 او 23 نتية متاع متاع جوكوفيتش شسرا باي فيدان متفاهمين اذا كان يعملوا كارير سان بلاسور بشيفوتوا بشيفوتوا سيرتين ما ويستحقلوا لاي ده يستحق تركيز كبير نفس الستيل جون بتاع رفايا الندال لعب برشة تقارن مع الرافا لعب فيزيك نفس التركيز نفس الامبليكاسيان في وقت الماتش ما يسلمش خلينا نقوله ما يسلمش على الكورة متاعو والشي اللي انا واحد من الناس مش نلوم فيه باقي ديما بمحبة خاطة نحب بايسر انا انس بالحق معناها من اللي من اللي ما راجعي معناها من اللي كانت بعيدة على التوب 10 على خاطر انت عندك ملاعبية وصلت هاي وهي صغيرة نورمال ما الكارير تتواصل فاهمني شنون نقص ديجا اونس خاطرت شوية اعوام ومبعد فانما الانديكاب هذيك اللي دي ما نحكيو عليه الانديكاب منتال بتاع امشي دوزيين مانديال انا ما عاش تعنيني برشة معناها ما عاش تعنيني برشة انا توصل البرمير مانديال اللي يعنيني هو تيتر بتاع جران شليم كي تشوف التركيز كي تشوف تحس ساعتي نرفزك معناها تلمون مركز تلمون غاتس في وسط الماتش يبدو انو هذيك اللي ينقص في بعض الاحيان في بعض المباريات اونس جيبر واللي يفصلها على التاتويج بالغران شليم لانو ويج ينتج قوية اونس بزهرها زادها جيت في الجنراتين كيسح كيسح متاعها كوكوغوف نحكي على سبالينك برشم لعبية اما عندها عندها في ساقيها عندها في ديها بما تنجم صحية تهز ان تيتر دو جران شليم وان شاء الله ويم بلودون يكون هو الموعد كيفاش هي اليوم الموحوظ ان شاء الله ان شاء الله الثالثة ثابتا الامس به تينيس صفحة وسكرناها ان شاء الله ويم بلودون ومن بعد لجوز اولمبيكش نعملو فاصل صغير بعد شوية نحكيو كورت قدم مرحبا بكم من جديد تسعة وثمانتاش ندقيقة لاثنين عشرة جوان ألفين واربعة وعشرين باش نحكيو كورا باش نحكيو مرة أخرى على كيف ناسونال رغم لي ما فيه ما يتعكي الماتش سفر سفر كونتر ناميبيا سهل سهل فينا المان برش انتي قادات المنتصر لحيش والأداء المنتخب الوطني التونسي انتي منين تشوفها تشوفها انه كان جاي عنها ستاف مخير راو ممكن نلعبه خير وقالا تشوفها فما انسرتان ميريت زادة للستاف انه تلعب خايب يسر في مقابلات وتعمل كاتبوان كمين منهم انبوان على الاكستريور كونتر منافس المباشرة بتاعك الميريت اللي تحسب ذهلي للستاف تكنيك خاصة في البريودة ذي انا احكي وخالد انه شادي كيف ناسينال في المرت بالولة خليها في المرت بالولة من الاخر من الاخر يعني هذي اكثر نقطة ايجابية نجم يخرج بها ستاف تكنيك بعد الزوز ماتشويت بتاع التوقف الدولي الاخراني هذا تونس ربحت في تونس ضد غينيا الاستيوائية كيف كيف مشهت الناميبيا مانجريم والله ما رقيت ما نعلق والله بطلقة متعلق على ماتش تونس البارح الحقيقة هو بطل المباراة هو المعلق بيده بطل حذري حذري ماتش خايب يسر خلال ماتش صعيب معني هل التعليقات ما في مية تحكيم ما في مية تحكيم فهمش فرص فهمش جبل تكتيكية وفهمش شاي يعني البارح تونس الحقيقة السنينة مردود مخير على الاقل يعني هو الاخسارة كانت صعيبة من الاول اما كيفش متخسرش في ماتش كيمبير بارح الحقيقة اذيك هو الشاي اللي يبقى معناها اذية لتونس اذيك هي معناها المنتخب التونسي كيفش خارج ترحوا ما تلقى ما تقول تلقى متعلق لها خسرنا دو بوان بيان سور المنافس نحب ولا نكر هما هوش في قيمة المنتخب الوطني التونسي نحكيو على منتخب ناميبيا اللي نورمال مول بارحانا روفانج معاهم بعض الاخسارة في الكان الاخرانية في الكوديفار لانه مارينيشة كالروح اللي بتاع الملعبية اللي تحب تربح ملعبية بارشة ملعبية اخذوا فرصة متعدة نحكيو على هيثم الجويني في الهجوم الحقيقة ما زال ما بروزش كيف كيف ليس العشوري ملعبي استنينا منه بارشة لانه ما زال في الكيب ناسيونال ما زال ما وراش حاجة كبيرة ليساعد بان ليساعد ما نجموش اللوم عليها بارشة كيف كيف غيرهم ملعبية مارينيش لحقيقة البرح مستوي كبير استنينا ربي في في البونتو اللي نحاها سيد الحكام بايدا يعطي الصحة بونتو من كانت فوت من بشيرة بن سعيد هو بونتو صحيح للأمان على حقيقة نحا غمارش الأول كانت بيلانتية فيها وعليها كيف كيف البرح ساعة ماتش خرقة لعدم مكسيكو بريزيل خرقة لعدم بريزيل ثلاثة في الصباح من أندري خطر رسميا البرح لم تفرش فيه لنا طلالة ثلاثة ثلاثة لما سرول في لاتبالا في زين الميجو ماتش مانا بريزيل أقوى برش اما الماتش يفرج كمي بركنتر انت تلوم على منتصر لوحيشة فرانسا كندا من أمس الماتشوية حدثت في سنوات الأخيرة فرانسا كندا سفر سفر دي 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 شان عنده أقوى أتاكنت في العالم عنده اقوى على منتصر الوحيشي هو الحقيقة البريود اللي شاد فيها بريود خيبة برشا خاصة نكي نشوفه الظروف اللي تعادى بها الفيديراسي هنا ما تستنيش معناها حاجة ولا عبد بشي هي المنتخب التونسي بتبعته وما يوريش كورة ما تستنيش انه منتصر الوحيشي ما عنده شكل العصاء السحرية اللي بشيرود للمنتخب التونسي في فترة صغيرة كما هذي مشيرود ويكور معناها نشوفه كورة مزيانة ليستني فيها الناس كل بحقه متحبه ولا تكره هزي دا ما فهماش ملعباي ما فهماش هكال كالتيي الكبيرة اللي ابو بطبيعة معناها عملت عشوري قبل انتي في في تونس عملنا ما خير من العشوري في هاتاك الكيب ناسيونال باي عملنا ما خير مع عشوري معوش بايه مزير في الكيب ناسيونال ده ليس فر هدف عشوري مع المنتخب متفاهمينها معي معايا قيادة انترانسيكة معناها 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 عملت عندك سخيري خايب العيدوني خايب النتائج نتائج تقول السحاب ما تدور لهول في كأس فريقيا وتشوف الرنضمان في متشويت كما هك أيها مش تقول لي ما عندوش قميش عندو قميش عندو قميش يخيط به فهمت إلا النجم يكون ما ووش مسيطر على المجموعة ما هومش يسمعه في كلمه ولا تكتيك ما ولا تكنيك ما ولا حد شي ما نعرفش اما بتقول لي ما فهمش قميش فهم قميش برجولي معناها فهمة إكيب دالولة فهمة إسامي دالولة من القردية فهمة موشل في التاكن في النوف كوكو سيف الدين الجزير كيف اسمه هايذر مالك لا لا سيف الدين الجزير سيف الدين الجزير يعمل سيزان به يا زيد صحيح تضرب في القبل الماتشوية الخلانية اما قميش موجود ما تقول ليش فهمة جنراتية خايبة في الإكيب نسيونال انتوكا هنيق نرجعلك فرنسا نعمل لك في الترانيسيون مش تحكي لأمبابي صحيح صحيح اعطيك الصحة تفذل ايه خانتعديو ديريكت للموضوع اللي كنا بش نحكيو عليه لحد جاي بش يتعدي دوكومنتيغ خاس بمبابي على تيفان تسمينو الفينومين امبابي من وسط اللي جابوا برشة ملعبية اكبر حكيو على امبابي من بينهم هو زين دين زيدين وسطورة الكورة القدمة الفرنسية زيدين حكيه على امبابي قال انو خاصتنا على انتخص قالوا للريال قال انو مبابي موجود في احسن بلصة في العالم وتوقع انو بش يحقق او بش يكسر كل الارقام اللي صارت في ريال مدريد وفي العالم قبل في تصريح حكيت بش نشوفوه لحد جاي فما اكستريم انو موجود على التويتر كنا كنا سمعنيه الحقيقة اه حتى كي حكيت معاك قبلها في الهوف حكينا ديريكت لازم بش تصير للارقام اللي حقاقها كريستيانو رونادو مع الريال الارقام فلاكية وتاريخية وكبيرة برشة ما نعرفش اسكو كيليار مستحيل انا جاوب تقول مثل مستحيل مبابي يحطم الارقام المقياسية بتاع كريستيانو رونادو ما نجموش نتوقع على خاطر اليوم نشوفو في جينيراسيون بتاع ريال مدريد اللي تنجم تاع جينيراسيون صغيرة في العمر بش تمشي البرش عوام القديم اللي بش تعمل حاجات تاريخية نصبب عدس انيسو ايه؟ باه اسكو ينجم مبابي يحقق ارقام كريستيانو ولا مستحيل مستحيل كريستيانو عمل تسعة سنين في الريال ما عملش كاليرو كل في الريال روه واتنسيون روه ولعبي التنس فهمت؟ معنايا سيبا راول ولا سيبا ما عملش خمساش نسنية وستاش كيما جيكس في منشستر تسطورة تاريخية عمل تسعة سنين كهوه؟ صحيح من ألفين وتسعة لل الفين سبعتاش لذلك اللي عملوا كريستيانو مستحيل يعملوا مبابي انترام دورا دجا معنايا رأى وانا مانيش متفق البرشة بالركروت معهم بتاع مبابي للريال مادريت واى الايام وبين نأى، وكان كامل أربعة سنين متاعوا خمسسنين كان كامل أربعة سنين قال خمس سنين وممكن أكثر يذنو بي كنكمل هاتو تشوف على خاطر على خاطر ريت كريستيانو رونالد باللي يقوم تاعو باللي يظهر عند لعبات انو غرور وطو سكو تفو ما كان ديما فرد من مجموعة مبابي يلعب سولو معناها يلعب لحسابه الشخصي وعندو لوبسسيون بتاع الارقام القياسية على بكري جيتو كريستيانو راوب داي خامن في الروكر بعد ثلاثين سنين فهمتني شنون اقصد مبابي 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 ماشي لكيب مش يلقفاش كون خير منه اللي هو جديد عليه خاطر اينا عندي قناعة تامة انو فينيسيوس اقوى برشة مش اقوى برشة اما اقوى من مبابي دوك يورا دي بروبليم هوتو تشوف مش نرجعو للريال بتاع الجالاكتيكوس اما كان الجالاكتيكوس هنو مشير بحوو مشيكونوا خايبين في بعضها فهمت يورا بكو دو بروبليم مرور كريتنوها متاع امبابي موشي كامل خمسة سنين تاعه حتى كان كامل مستحيل حاط من ارقام القياسية متاع كريستيانو رونالدو اللي عامل كريستيانو رونالدو في الريال انتانو دوشيفر مستحيل ملاعبي اخر يوصري يعمل نحكي امبابي جسمه نحكي كريستيانو مسيا في بلانات اخر انت متفائل؟ انا متفائل انا منا عشيق مبابي معقول منا عشيق مبابي متفاهمين اما ايس كسي لجوور الارقام اللي عملها مبابي في العمور متاع وده هاللي زيدة متعامة انا حابيتو يمشي لانجلوتير اشوفو حقيقة الملعبي اما هاتا ونشوفو اما تحكيلي على الملعبي كيسي كنفيرمي في انجلترا في اسبانيا وفي ايطاليا وتقارلي فيه بجوور معادي دراقة معادي كاريرو كلها تلتوا في العب كونتر لوريو واميانو جو هذي كل الكل هاي فهمت؟ مانيش نحكي عن نفس الحقيق اكبر الفرق في الشامبينز ليغ وماركينهم الكل وعمل دي بيرفورمونس كبار شكون هذي؟ وقت ايش هذي؟ وقت ايش عمل دي بيرفورمونس كبار لعب كونتر الريال العام الوحيد اللي وصلت فيه بي اي جي للفينال نيمار هزه الفينال مش كيليان مبابي فهمت؟ اخوي مخو 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 موشتا عالريال مادريد والايين مبيننا والمستمعين طبعا مش نبقوا في فرنسا احنا سباوا احنا كمان نا كمان مش نبقوا في فرنسا او منش نحكيوا كورا مش نحكيوا على القرار التاريخي اللي صدور البرح معا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واللي قرر بعد الانتخابات متع الانتخابات الاوروبية متع المجلس الاوروبي انه يحل البرلمين عليش صار هذير كلش نعمل ترتيحة صغيرة مع الموزيكا ومبين عشرة جوان الفين واربعة وعشرين ما زينا موصلين في الماتينال كيما قلنا البيرحة يوم وصفة بالتاريخي في فرنسا بعد الانتخابات الاوروبية عليش على خاطر عما كيمانويل ماكرون شعمل حل مجلس النواب اكتر تفاصيل معاليش الحامروني كما قلت قاعد نستنى في الجنجول كما قلت خالد البرح شهدت اوروبا والعالم وخاصة الناسا اللي قاعدت طبع في احداث الانتخابات في اوروبا اعلن الرئيس الفرنسي ماكرون لحل البرلمين ودعاه الانتخابات التشريعية في بلاده بيش تجرى في الجولة الاولى منها في 30 جوان الجيري وأكد ماكرون انو قرار حل البرلمين هذية جاء بعد نتائج الانتخابات الاوروبية شانقال بالضبط خلال اعلن هذية خينا سمعوهم بعد نرجع للتعليق Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre constitution. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote Je dissous donc ce soir l'assemblée nationale qui s'appelle marina le pen 32% تقريبا مقابل 15% qui s'appelle C'est ce qui s'appelle Emmanuel Macron qui s'appelle l'écran l'écran de la l'écran de la l'écran de la l'écran كما كان يحكي هو وصل لقراءة سياسية كانت متوقع حتى قبل الانتخابات برشا تساؤلات تساؤلات قبل الانتخابات فيو لسانداج وفيونو كانوا يعرفوا من قبل انو اليمين المتطرف مش يعمل انتصار كبير كالسؤال في فرنسا ونفي برشا دول اخرين السؤال كان هل ماكران بعد انتقش هذي مش يعتبر انها صفعة لمجلس النواب وقال له صفعة لشخص هو والبارح بعد ما قرر حل مجلس النواب برشا تحت تأويلات وبرشا تحاليل انو بشي حميروحوا بشي حمير الموندان بتاعوه قرر انو يحل مجلس النواب بشي لا يعملش انتخابات رئاسية مبكرة في حين انو النتيجة حسب كيف كيف المحللين الفرنسيز تقول انو الشعب رفض لسياسة ماكرون ومش لسياسة مجلس النواب متاع فرنسا اثنين حاجة اناديت حاجة كانت غريبة شوية البارح هو انو مجلس الانتخابات التشريعية متاع الفين واثنين وعشرين متاع الفين واثنين وعشرين كانت قايمة على البروبورسوناليتي على النسبة معناها اللي تجيب وتاخذوكوها الانتخابات هذية تكون على اساس انتخابات هذية تكون على اساس والانتخابات والانتخابات تبدأ بال الانتخابات التشريعية في فرنسا دائما ما يخسر فيها اليمين المتطرف على خطر في الانتخابات اي كانددا من اليمين المتطرف بمعنى انو سايد نون سلمان حل مجلس النواب حماية لشخصه وحماية لمنصبه دو دو بد القوانين اللعبة اقبل مين با عشرين يوم من الترح معايا ولا مكمش معايا في تحليلي ورؤيتي الواضع السياسية الاوروبية اللي تقولوا انت هذك هوا كي تتحاول انت اللي بتوقيت غرييتش معناها اللي تقولوا انت هذك هوا معانا ما نزيدوا علي سيخات اه انا قد نحكي واحدة معناها اه انا قد لك ما نفتيش في حاجة ما نفتيش في حاجة ما نش مولم بها دونك المسألة في فرنسا تخص كي بيش تفسر سي اسامة الخابير الاستراتيجي سعود الهيئل جدا تا اليمين المتطرف كسو سوا في فرنسا وقالنا في اغلب الدول الاوروبية ونقور جريدة حلهم بعد اسامة لا تقلت چين في السومير قلت انو بش نحكيه في اللي يخصنة ولا ما يخصنة اي ها هذك ها هذك ه ه دي ه ها ه 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 Le سعود اليمين المتطرف في اوروبا الكل وسياسيت وتهمنا سو ما يهمنا برج طبعا على خطر البارح البرح في الربح في اليمين المتطرف في أربع دقائق تتحدث لثمرات على اليميغراسي كيف تفسر السعود في اليمين المتطرف هذا في يوروبا كولسي أسامة تفسير السعود اليمين المتطرف مسألة أسألة عميقة أردت أن تصل فيه أنا رشت على تاريخ الجغرافيا ولا كل المقدمة العامة بما أنه تقول سوطحها استراتيجية عرفت بما أنه تونس الموقع استراتيجي مطل على البحر الأوي المتوسط ربي يهديك يا خال ولاي صعود اليمين المتطرف ماهوش حكاية جديدة لأنه من سنوات كان منتظر المسألة هذي الأرقام هذه أمورها مسألة أمورها مسألة إي 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 إما كانت منتظرة هنا ما نحبش ندخل في تحليل ولكن الشأن الفرنسي أكيد أنه بيش يلقي بذلاله على الوضع في إفريقيا ومش حتى في تونس بالنسبة لنا نحن لازم نتبع ونفهمه نقراو السياسة الخارجية نقراو الوضع السياسي في فرنسا بيش نعرفوا كيفاش نتصرف ونستنعوا بطبيعة فما مواقف من الدبلوماسية التونسية بيش تصير في المسألة هذي نتصور والتحليل يقعد للمحلين في الجيو بوليتيك هما اللي نجموا يفسروننا الصورة أوضح بصراحة من أن البرح خالد مثلا نقرا في برشة تعليق وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ما تبرك الله تونسي يفهم في شأن الدولي في شأن المحلي اقتصاد يفهم سبار يفهم في كل شيء خوفنا ما سنعود متعليمين المتطرف في إيطاليا وفين المو علاقتنا به برشة اي ما خاطر علاقتنا في إيطاليا مش كيف تختلف الصورة بين إيطاليا وفرنسا ولكن احنا بناتنا طوى ما بدائيا اللي همنا اكثر إيطاليا اكثر من فرنسا لأن واحنا في نقاش متواصل مع السلطات الإيطالية فيما يخص ملف الهجرة وكان صارت نفس الحكاية في إيطاليا نقول لك تولي الحكاية تهمنا صارت قبل الأخرين اي اي أم المتطرفة لها في إيطاليا قبل الأخرين أستاذة إيريج الحمروني الخبيرة دولي في الشهر الأخرين كنا نقولوا واسمع في الأوروب معناها الوعي هكا سعد شوية وحاسوا بالقضية الفلسطينية ومناصرين القضية الفلسطينية ودول قاعدة تعترف بدولة فلسطين فينا الماء يمين المتطرف قاعد ينتصر في الانتخابات في معظم الدول الأوروبية يمين المتطرف ليس مناصر للقضية الفلسطينية كيف تتعلم هذا؟ ليس فقط في إيطال القضية الفلسطينية نحب نمشي أكثر مع أهمية القضية الفلسطينية واهتمامنا نحن بها ولكن فيه علاقة به ديسكور اليمين المتطرف الحاجة اللي تخصنا هي اللي هي سياسيته فيه علاقة بالمهاجين ذلك عليش أسامة هنا نلقى أن نتمسينا العذر الحقيقة للتوينسة اللي يهتموا بهذه الانتخابات وشكونوا تلاعوا ولا في أوروبا ككل مش في فرنسا ولا إيطاليا ككل على أهمية العليقة أكثر مع إيطاليا لأنه فما مباشرتية أكثر في عليقة بالهجرة غير النظامية اللي هي الحرقة كغيمة عن طريق البحر اللي انت اعتبرتها ما كانتش خايبة برشا خاصة مع الماشي والجاي متاع ميلوني فانت ذار شو بيش تفسرت صعود اليمين المتطرف إنه هل نراو المناصرة مثلا متاع القضية الفلسطينية من خلال المواطنين ميلة اليمين المتطرف ديسكورو شكون عجب وشكون اللي قاعد يطلع فيه ما عاش تفمشي بارسي دي هاي مش معقدة الأمور شوية معقدة كيما الكمبورتمام متاع عمرو ديب بوقت اللي يعطاها كفر المواد مش نعملوا تكسيرة كبيرة يشيروا من الشأن العالمي لشأن الثقافي ولا نحكيو شأن فني فني اي نحكيو شأن فني ولا نحكيو عنف نحكيو عنف عنف الفن ببط شوفت عليش خاطر نحنا تورنا في إطار لدوسياد الكخام يعني نحكيو على أبرز دي فيديو من ديكلاراشيون ماكرون والإعلان متاعه لحل البرلمان العمرو ديب اللي يمثل تريند على أغلب مواقع تواصل الاجتماعي واسمه تريند مرة أخرى على جوجل من هر جمعك كان هو يحيي في حفل زفاف خاص فيديو تنشر بطريقة مهولة اللي عمرو ديب يصفع أو ضرب معجب حبي تصور معها سيل في بكف الحكاية كبرت ياسر على ما يقع تواصل الاجتماعي أول رد فعل من عمرو ديب كان إنه سكر لكومنتير تحت لباست متاعه الكل لأنه الناس عادت تفكر ما يسمى بسقطات الهضبة اللي عملهم الكل سبين متاعه للشوفير متاعه كانت تفكر مرة على المسرح زيدا ضرب مهندس متاع صوت وفما الناس ما اعتبرتش إنه هذي هو التصرف العادي متاع العادة متاع عمرو ديب فمانيس قلت لك سيبون خرف معنى إذا كان هو ما عادش يحمل المعجبين وإنتي قاعد سورسين سورتورك نذكر هو في حفل خاص معنى إذا كان جاء التصرف هذي متاعه في حفلة منظمة وطلع له الجمهور وعمل فوضى على المسرح ومنبروش العنف يمكنش يتفهم هو شوي ولكن إنتي هنا يا في حفل زفاف خاص يطلع معاك شكون وأنتي في وسط العائلة والأقارب والأحباب يحب عائلة الشيب اللي تم صفحه خاصة ان ابوه يتواعد قاعد في عمرو ديب وتم رفع قضية في الغرف تصرف دم قلبك تجيب عمرو ديب وبعد يبلبز لك هو العريب يبلبز لك هو العريب مش كونه هو شنو يقرب للعروس قريب قريب من واحد من أقارب أما ساتون بيع معناه أنه أنه رب بظارة النافعة سيد رو استغل الصفحة ديب بش معناها عمل بش وله هو تريند لي 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 يا بقر بش وله هو تريند فهمتني والنورمال مو يعمل كونت يسمي أنا اللي ضربني عمرو ديب والله هكيكا رو العباد يستغلوا رو المواقف ديب بش يحيروا اسميهم بش يظهروا بش يوليوا معناها قولوا وحنا مش هير على تيك تاكو بش يجيب عمرو ديب العرس ما نصوروش مستحق الشهرة هو المستحق هو موش السيد بيدو راو اللي هو يحكي على الكليل كف اي 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 مع أقاربو من أقاربو هكي خالد انت إنسان مثلا لبس عليك أنا إنسان زويل انت عملت عرس وأنا جيت وأنا تعرقت للعنف من طرف عمرو ديب ما نحكي على روحي انت اللي لبس عليك جبت عمرو ديب مش أنا فهمت فهمة كلمة تقالت بينا برشة مرات أنا أقاريش قريبو 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 عندو فلوس زي دا فهمت اي داييرلي كومنتير اي داييرلي كومنتير في مصر الخطر مش ميتية كيف يحبو الدك احنا فهمت يستهل فهمت يستهل بمعنى لا فهمة 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 تعليق موجودة بمعنى مدمو اغنية وعندو فلوس اي ا腿 وما اسمح له بشي جيب عمرو ديب يستهل الكاف تلقاه تقبة فيه فهمت مهمة ما نعفوشنا ايOTHER شانه اسار بشو سللاتها مانتقال لا فعلية بياس المم somos غالط Ooo س اي ال الذي عملواentlich نقره الي كوليس اي اه ما فماش حاجة قالت العمرو ديب خايب انت سمعت حاجة اه قaltung حتى clear والكن التصرف هيدا مهوش جديدة على عمرو ديب عملوا مرة واثنين وتلافة حي ومنزل بش يعملو والسيد هيدا أصبح متعجرف بصريح العبارة يعني هذبة وتاريخ وعمرو دياب واسم ولكن السيد هيدا قاعد يعمل فيه أغلاط راهي تنجم تشوهلو اسمه وتشوهلو صورته قدام جمهور وانا اتفرح في العنف ايه لا نعرفوش نوع الكلم اللي يتقال وكل اما راو ملزمنيش ننسي ولي لحط الفنين هذيك انسين غير مع عمرو دياب وقال غيره معنا كي تفرجت في الفيديو وسيما شده معناها منحوي يجوره هو يجبت فيه معناه هو يغني وفي وسط العبيد هذوكم الكل وانتي تحب تعمل سيل فيه معناه في اتار الفوضى ساعت تكون فما ردت فعل غير منتظرة مرة هذي جيت صادمة وسيبون ركبت على عمرو دياب خط كما كتبت كان يحكي لك اسامة وكما قلت انا قبيلة مهيش المرة الاولى اللي يرد فيها هو الفعل بطريقة متعجلة وخاتل لخنا ما زلت سخونة جديدة جديدة حتى انت على الشوفير ما زلت جديدة مزلت كسار موجود العنف في طبعه راهو موجود في طبعه شوف كريم عبدالعزيز في عزاء والد احد الفناني فما معجب كبش فيه وحبي عمام عاسي الفي نطر عليه جيبه بطريقة متاع احترم موكب العزاء رانا مانيش في فرح رانا في موكب عزاء اما ما ضربوش فمتع معنى اتعامل معاه بطريقة حادة نوعا ما كان ينجم عمرو دياب يتلفت للمعجبة دياب اللي هو دفع فلوس بش نجيبك انا تغنيلي في حافلتي مش معنيت شباب من سوريتي و في اقاربي هي وكي شديدك من سوريتي ولا اتصرفت بطريقة غير لائقة نجم انتي تعطيني درسة راو بكلمتين فمتني اما مش لدرجة انك تصفى ع السيدة كاكة فمتني معنى الرجل اتغار رجل شيف روح وبرج رجل كبير معانش عنده ساحة البيل تاع بشي قولك ايبعد عايش ودي يقص معانش يمشي البلايس اللي فيها برش عباد اذا كان عصابه معانش تتحمل معنى ليش جورج وصوف راو بشتقول لي رجل كبير معنى يا راو تقريبا مما مريض وحالته الصحية والمعجبين عليه راو انا كيريته اخر مرة جاي فيها لتونس معنى جورج وصوف راو العباد ملموم عليه وهو مسكين يطلب في السماح يقولوا مراني منا نجمش سامحوني راو فمه 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 اخلاق متاع فنان وفمه فنان شبينت يقوا موقف من عمرو ميخوا موقف خطر ومه بش بش قولني في كلمة حب شنقول موش متربي يتقال هو موش متربي قبلتو انت يقبل ما قبلتو قبلتوك يجي لتونس قبل ذلك موش متربي موش متربي بالحق موش متربي متعجرف هكو ميأ ياسر ياسر وعندي اصدقاء مصريين يقولولي يراه انسان بالرسمي متكبر وما نعرفش يتصرف بطرق يستغربها الناس كل بصراح وخلي دول الفيديوه ديه في مصر وحضر لي تملي معاك فاش ليه بالضبط انا حبيت نقترح بش يهدي وسيمة عصاب ونصبه وخاجة ميأي فنان اسمك فنان اسمك فنان فنان نورمال موت تتعامل معناه ببروقية تتعامل بطريقة متحذرة شنوه مره تسب وشو الكلم اللي قاله للشوفير المره اللي فاتتت معناه كلم يتقال اذاك خايب برش خايب برش قديش عندهم عشرة وقديش عنده الشوفير ما تكبروش الفنانين سحار شتكبر عمرو دياب شنوه عمرو دياب مش فنانين سحية حزيادة ربي معاه هي فنانين سحية حماما بسنين الاخرانين مش تتردهولي تايش نوه خليك تحكي عندك ساعة تاو هكا شبك شي شبليه ظاهر ما يخذ موقف منه انت تعرف اذاكت يعني يعني هاك نحافظه انت حافظ غنياته الكل شنوه حافظ برشا غنيات وتفرجنا فيه من اللي كان يمثل من اللي كان كبير هاو عليش ظهر غير منه خطر هو ما كبرش شبه لا اي ضحكة للتمالي معك اللي تحب انتي خو مرحبا بيكم من شديد تسعة واحد وخمسين دقيقة لاثنين عشر جوان الفين واربعة وعشرين لو قاية هذيك يلع عادة نمشي والواحد من اسواق تونس معام محمد علي الفرشيشي صباح النور صباح الورد بليسمين لك وكل المستمعين مرحبا بيك غلب والمفروض بصمع هذي احنا نحطوا الاغنية اللي بيشتعمل ما انت الترانزيسيون حطوا الكبشي دور الكبشي دور وجرون ونفتاحها ولا حسنون ونفتاحها بنعرف هم الزوكس الزوكس على كل لحنا احنا زينا النقطة البيعة متع شريكة اللهم وكنت اسمع في الشيطار معك شباح ويعطيك متاحة دك الاقبال اليوم مش كما البارح وكما البارح يقولولي على خطر بتبع بداية اسبوع بداية اسبوع موافقة لجميع بداية اسبوع الناس رغل تخزب مش ما تماشي قبال تم اقبال ما مش بالكم اللي شاكوه البارح وشاكوه هونت بارح خاصة تنسارت برشا معنا تجاوزك الاسعار شو نقول لك لعنية انا وكناسة الالهين بالبيع قولي الاسوام من اله الاسوام من اله ما وفيكس الاسعار ولا من مليون ومليون المليون حتى المليون وفمسمائة وستمائة انتي والمات اهالتاسع بطبع بيع عام الحال علينا اه دونك هذي الاسوام لاني على خطر بالكيلو والكيلو مش نعرض ونأكد انه بواحدة وعشرين الف وتسعمية وسمعتك تحكي من عارش انتي ولا أسامة على نقطة باعة بتاع بعرادة ويظهر لي حتى في باجة هبتت حتى الف منتاش دينار الكيلو دونك ما واحد بش نمشي زيدة من تونس حتى البعرادة ولا حتى الكبولات وغير دونك زيدة مصروف متاع لسانس ومتاع اثنية الجيد خليني نقول قريبة لبعزها مينش بعيدة لبعزها اهي صحيح فاعم مش فيها حسبة فيها حسبة دليل اي بيان صحيح فيها حسبة يخي بشتمشي طويقة اترت لسانس وبزوز دينارات وشوية المزوط مش بعيد برشة على اللسانس بشتمشي على التوروت وتخرج من مجاز الباب وتدور لكبولات من غديك يعني ثم برشة حاجات معنا كل هو اللي لحظت حتى في الرحب انا خطر مشيت برح دورت على شوية رحب معناها تم التراجع اي تم التراجع واكيد التراجع عداية بشيتوفر معناها من هنا لنهار العيد خطر اللي كتمشي للرحب حتى الصباح ونجاي تعديت على رحبة الملسين جست بقصاج معناها العنال شمعبين حي الطيران العنال شمعبية في حي بنخلدون كلها معناها القطيع موجود السلعة موجودة دونك من هنا الغادي اكيد الاسعار بشتعرف شوية تراجع وان شاء الله احنا نقول والناس متكبرش برشا كروشا خطر تم عباد كل كي ما تعرف توا الجزارة يشيرهم ويبيعوهم الحمد ما انت برشان الجزارة قد بشي شري ولازم بشي خلي وحويج الناس اللي بش تعايد بها ولي بشي يكون معناها الاسوان ان شاء الله في متناول المواطن التونسي العادي في ذل الارتفاعات هذه خطر تعرف العلوش وما تأخ تعرف القضية العلوش وتوا ما انت ولت حاجة جديدة العلوش ولا ولا تنسزل الجزار بشي كسروا ما انت وفصلوا ودي ما انت اقل الجزار ب30 دينار اذا اذا كان مش تم ناس حتى ال50 دينار مسروف اسمع دليغ اللي علي لش حاجة بيه غادي تم تم اي تم هو زميل نار كاميرامان في نسم توا معايا هنا متعاونيا معنا كتقول له يجي فيختار لي انت علوش ترا انا يعني منعرفش كما زميلنا هذا يختار له علوش باب وباقي يعني يعني ثم تعامل ثم تعاون وتعامل مع العباد الكل رأوا صحيح وحاجة اخرى بالله الحقيقة زادا ريت انا ما انت الامن متواجد في نقاط البيع هذية قطر تعرف الحاجات كما نهك معانت في العلوش ومدام وقت يدع لك الحبل ويدع لك درشم وكذا ثم اروا برشا تجاوزات نجم كثير وتما برشا خطة وغير ومط الامن الامن بالجداء يخلي العباد اللي جاي تشري معانت في ارياحية هذية نقطة اللي يلزل نحكي وعليها كما قلت الميزان الميزان يطلع معاناها مبيل مليون ويصل حتى المليون وستميائة خطر ثم هو ثم زوز نقاط بايع هنا في اللحوم احنا انا جيت لنقطة النمر اثنين اقل شوية عباد وفي النقطة رقم اثنين هذية كما كان يحكينا المشرف على النقطة انه يصل حتى المليون وستميائة خطر سمي اكثر من ستين حتى 70 كم معنا لكل هو الماس لك اي عمال كبير شديت علوش ولا اي عايشك اي 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 قداش اي اي تقريب من تقريب حين مليون كان كان اي كلها ما اي كلها اخينا اي 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 مبروك يكاتب يبدأ يستنفيك سويك انا عنده من مبروك يا اخويا غليت شفيه تعطينا لقاع دي باب علينا غليت شفيه يعني قداش تكلفت تقريبا اه اه احنا 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 في المباشرة احنا في المباشرة يبد مبروك بجبه بجبه اه بجبه اعطا ديني اصفانة ديني اصفانة منجمش بالجبه اعيش 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 اي قداش ناوي بشتشري ديني قداش اقل من المليون بس بس واضح واضح اقل من المليون اه واضح اه 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 مواضح ربي اعينا الناس الكل بش نجم اضحي يقولي ولي ما عندوش مه ما عندوش وكهوه ما عرفش اينا مانيش معاه انك داني عسور راحك برش 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 بش بش عاية نعرف اللي فما هي مربوطة بالصغار أكثر منه حاجة أخرى ويحدي يحب يفرح صغير ربي عاون الناس كل وكهو ربي يصبر الناس كل وربي يقاوي الناس كل على هالأسعار هذي وشكرا لك محمد علي الفرشيشي مباشرة من شركة اللحم يا خالد بلاي يقول أسامة رو أمين المرني يسلم عليك يبلغ شاء الله عيدكم مبروك شاء الله عيدكم مبروك تحية لزملائنا كل في نسمع يا عيشك محمد علي الفرشيشي مباشرة من شركة اللحم نحن هكا نكون وصلنا لآخر موعدنا في الماتينال مرسي بوكو بجة في الإخراج مرسي بوكو إيمان في FMTV ريج الله حمروني يوسيم السعفي حسين المشي في الإعداد جيهين في الميت يو ولمفو ترافيك وأنيس المكشيح في الأخبار ويسيم بن حسين في أخبار الرياضة مرسي بوكو لكم توم خاصة اللي سمعتونا بسبعة متاع صباح بعد شوي يجيكم كوتل الباردي في دارنا العزيزة نهاركم زين وتحياتي إيافام ميتيو سباح الخير سباح الفل على مستمعنا كل ياسم وفيتا على إيافام أحلام